اهلا بكم من جديد تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيسي مجلس الوزراء افتتحت مجموعة لولوهايبر ماركت الفرع السابع للمجموعة في البحرين بمجمع الاتريوم بمنطقة سار والمتجر 156 عالميا وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات ورئيس مجموعة لولو يوسف علي امئة وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة لولوهايبر ماركت يوسف علي ان توسع مجموعة لولوهايبر ماركت في البحرين يأتي تطبيقا لرؤية القيادة الرشيدة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتهيئة البيئة الصديقة للأعمال وقدرة الموظفين البحرينيين التي تنسجم مع نموذج خدمات لولوهايبر ماركت ونوها علي ان افتتاح الفرع ما هو الا انعكاس للثقة التامة بمستقبل البحرين المشرق وفي الوقت نفسه التزاما كمستثمرين برؤية البحرين 20-30 التي تعكس الخطة الاقتصادية التنموية التي تتبناها القيادة الرشيدة قبل خمس سنوات التزمنا بضخ استثمارات في مملكة البحرين تصل الى 100 مليون دينار وها نحن اليوم نحتفل بنجاحنا في فتح فرعنا السابع في هذا البلد العظيم واستثمرنا اكثر من 125 مليون دينار كما قمنا بتوظيف 1400 شاب بحريني كفؤ من اصحاب الانتاجية العالية وسنواصل التزامنا بتوظيف 2000 بحريني مع وصولنا الى 10 فروع في المملكة وفي هذا المقام نثمن عاليا الدعم المتواصل للقيادة والحكومة الموقرة ومنحنا الفرصة للاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل المجدية للشباب البحريني من كلا الجنسين وترتكس سياستنا الحالية على نشر المزيد من الافرع للوصول الى اكبر شريحة من المواطنين والمقيمين وتعزيز الامن الغدائي على مستوى المملكة اللولوهايبر ماركت من بين القطاعات الحيوية المهمة المتعاونة عندهم نسبة بحرين ما تقل عن 60% وعندهم تعاون كبير في مجال التدريب ومجال تحسين الاجور واحنا نشجع الحقيقة كل منشآت القطاع الخاص لان تحدو حذو هذه الشركة وتستخطو المزيد من البحرينيين الحقيقة يعني الجانب الاجابي منها على اساس انه هو كمحل تجاري على مستوى كبير وعالية يكون لا نقول تأثيرات الاجابية على المنطقة ككل هذه من ناحية ومن ناحية ثانية يعني هذه في مجال التسوق لمعظم أهل البحرين وأيضا يستقطب كثير من الأخوان من الدول مجلس التعاون والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات هذا اليوم من خفاض نسبته 0.28% عند مستوى 1322 نقطة وذلك عائد لخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 17.233.000 سهم بقيمة إجمالية جاوزت 3.992.000 دينار تم تنفيذها من خلال 59 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 96.88% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7883 نقطة كما هوم وضح على الشاشة بالخفاض بلغت نسبة 0.27% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4830 نقطة بالخفاض بلغت نسبته 1.38% أما سوق دبيل المالي فقد أغلق عند مستوى 2632 نقطة بالخفاض بلغت نسبته 1.63% وكان الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم حصلت شركة بيكر هيوز التابعة لشركة جنرال إلكتريك على عقد من شركة أرامك السعودية لتقديم خدماتها المتكاملة في مجالي تحفيز واختبار الأبار النفطية وتهدف الشراكة إلى تعزيز الانتاجية وتحسين جودة الانتاج في الأبار الرئيسية الجديدة والحالية في السعودية وسيوفر العقد أكثر من 200 فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين في مجالات الهندسة والخدمات الميدانية وإدارة المشاريع إضافة إلى 300 فرصة عمل أخرى غير مباشرة ويتضمن العقد الذي تصل مدته إلى ثلاثة سنوات إلى خيار التمديد لعام واحد مرتان ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في جهر ديسمبر 2018 ارتفع صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في إمارة أبوظبي إلى 23.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 3.2% وذلك في خطوة تعكس تواصل نمو القطاع الذي يعد من أنشط القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات وتوقع خبراء في القطاع المصرفي استمرار نمو صافي دخل البنوك في أبوظبي والإمارات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري الأمر الذي يعني بالضرورة ارتفاع صافي الأرباح وجاءت الزيادة المسجلة في صافي دخل بنوك أبوظبي مدعومة بالنمو الكبير الذي أظهره القطاع بشكل عام منذ بداية العام الجاري حيث ارتفع صافي الأرباح التي حققتها 18 بنكا وطنيا مدرجا في الأسواق المالية بنمو نسبته 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي المشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل البلاتينيوم يقفز إلى مستوى قياسي بدعم من الإقبال على شراء المعدن بغرض المضاربة وشح إمداداته تعتزم مصر الطرحة نقود بلاستيكية من بعض فئات النقد المحلية خلال عام 2020 من المطبع الجديدة في العاصمة الإدارية فيما كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر عن تفاصيل العملية وسيبدأ البنك المركزي طباعة فئات النقود البلاستيكية بشكل تدريجي على أن تكون البداية بفئة العشرة جنيهات وفقا لوسائل أعلام مصرية وقال مصدر بالبنك المركزي أن الهدف الأساسي من طباعة النقود البلاستيكية هو تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود بالإضافة إلى الحفاظ على جودة ونظافة النقود لاستهلاكها العالي في السوق المصرية وقعت حكومة الأردن والولايات المتحدة اتفاقية منحة بقيمة 745 مليون دولار كجزء من المساعدات الأمريكية المقررة لعام 2018 للمملكة الأردنية وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنحة لدعم مشروعات تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2018 مما سيسهم في تخفيض عجز الموازنة وفقا لوكالة الأنباء الرسمية بترة وذكرت الوكالة أنه من المتوقع تحويل قيمة المنحة إلى حساب خزينة المملكة قبل نهاية العام الجاري وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان جيم بانرهات أن واشنطن تحتفظ بشراكة طاويلة الأمد مع المملكة تهدف من خلالها إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وتطوير جودة الخدمات الأساسية ألغت اليابان مشروع كهرباء نووية كانت ستنفذ في تركيا نظرا لزيادة تكلفة المشروع بسبب انخفاض قيمة اللير التركية ومتطلبات السلامة الأعلى في أعقاب حادث 2011 بمحطة الكهرباء النووية فوكوشيما في اليابان وفقا لصحيفة نيكي اليابانية وبحسب الصحيفة ارتفعت التكلفة إلى ما يقرب من مثلي التقدير الأصلي لتصبح حوالي 44 مليار دولار مما صعب على المشيد الرئيسي للمشروع شركة ميتسو بيشي للصناعات الثقيلة وشركائها الاستمرار فيه ويأتي إلغاء المشروع الرغم الحرص السابق من توكيو على تنفيذه باعتباره مثالا على قدرة اليابان تصدير مشاريع البنية التحتية صوت البرلمان البريطاني أمس ثلاث مرات وجه في كل مرة منها ضربة موجعة لحكومة تيريزا مي إذ قام البرلمان في سابقة تاريخية بالتصويت على قيام الحكومة بإرادته عبر إخفاء بعض الأجزاء من النصيحة القانونية بشأن صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي وفي تصويت ثاني أجبر البرلمان الحكومة على نشر كامل الوثيقة ومن المتوقع أن يتم ذلك اليوم أما التصويت الثالث والأهم فقد أسفر عن منح البرلمان الحق في إجراء تعديلات على اتفاقي لبريكسيت إذا لم يتم تمريره في مجلس العموم وهو الأمر المتوقع بشكل واسع أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فليب تعليق رفع ضراب الوقود لنحو ستة أشهر وخلال مؤتمر صحفي دعا رئيس الوزراء لوقف التظاهرات والجلوس على طاولة الحوار وكانت مصادر حكومية فرنسية قالت أن رئيس الحكومة سيعلن الضرائب على الوقود التي يفترض أن تبدأ في يناير في خطوة تهدف إلى وضع حد لموجة العنف التي شهدتها احتجاجات السترات الصفراء وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أن الضرائب على المحروقات جزء من مسعاه لمحاربة تغير المناخ وأنه يريد إقناع السائقين الفرنسيين بالاستقناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والإقبال على أنواع أقل تلويثا للبيئة والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية صعد البلاتينيوم إلى مستوى قياسي بدعم من الإقبال على شراء المعدن بغرض المضاربة وشح إمداداته متجاوزا لفترة وجيز سعر الذهب الذي ارتفع لأعلى مستوياته في أكثر من خمسة أسابيع مع حبوط الدولار وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1239.55 دولار للأوقية بعدما سجل في وقت سابق أعلى سعر له منذ الـ 26 من أكتوبر عند 1241.86 دولار وصعد البلاتينيوم 2.3% إلى 1230 دولار للأوقية بعدما قفز في وقت سابق إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1239.5 دولار للأوقية